وحيدا مبعدا عن محيطه العربي لا يزال العراق مكبلا بالتبعية لإيران تلك التي تغلغلت وتغلغلت فيه منذ عام 2003 حتى أصبحت منشياتها والأحزاب التابعة لها هي من تتحكم به أمام هذا النفوذ الإيراني حاولت السعودية مرارا إعادة العراق للتعاون العربي ومثل تحرك سفيرها ثامر السبهان عام 2016 أوجه هذه التحركات التي قابلتها إيران وميليشياتها بطلب استبداله وتعد ذلك لمحاولة استهدافه واغتياله مضطر الرياض للاستجابة اليوم ومع ارتفاع التوتر الإيراني السعودي إلى أشده واستهداف منشآتها النفطية تحاول الرياض مجددا تعميق العلاقات مع بغداد ووضع حل لمواجهة ميليشيات الحجد ومستمرين في تنمية العلاقات وتكثيفها وتعزيزها في كل المجالات فيما يتعلق بالذكرات بالنسبة لحسن الشعب أعتقد أن كل العالم تتحدث مع العراق على هذا الموضوع وكل العالم تريد أن يكون هناك حل لهذا الأمر العراق دولة يجب أن تتمتع بسيادتها واستقلالها والعراق نود أن نعزيز علاقاتنا معها في كل مجالات مثل ما ذكرت أمام هذه التصريحات تقول صحيفة الانديبندد البريطانية بنسختها العربية إن طهران تحاول تخفيف حدات الاشتباك مع الرياض وخصوصا في اليمن مؤكدة أن خطاب الرئيس حسن روحاني في الأمم المتحدة حمل هذه التطمينات للسعودية من هذا المنطلق هو بناء على المسؤولية التاريخية لبلدي في الحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار والتقدم في منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرموز فإنني أدعو تافة الدول التي تتأثر بتطورات الخليج الفارسي ومضيق هرموز إلى تحالف الأمل لكن هذه التطمينات بحسب الصحيفة نفسها لا تكفي حيث أن دعم إيران لمليشيا الحوثي كان خطة لإشغال الرياض عن مناطق نفوذ إيران في العراق وسوريا ولبنان مناطق مصالحها الاستراتيجية وبالنظر إلى المبادرات الإيرانية المطروحة يرى مراقبون أنها تستهدف فقط إيجاد شرعية لسلوكها لتحقيق الاندماج الاقتصادي مع دول الخليج العربي لتجاوز حبل العقوبات الخانق لا أكثر لكن تحقيق ذلك سيبقى صعبا لأنه سيكون على حساب أمن واستقرار المنطقة خصوصا مع استمرار دعم مليشياتها في سوريا ولبنان والعراق ترجمة نانسي قنقر